تفاصيل وفاة سليمان الربيع المتحول للسعودي في لندن أصار شاب سعودي يدعى سليمان الربيع جدلا كبيرا بعد فرره من السعودية وانتقاله إلى بريطانيا ثم إعلان خبر إنهاء حياته في لندن وأصار سليمان الربيع الذي أطلق على نفسه اسم إيمة بعد انتقاله وتحوله جنسيا غضبا عن مواقع التواصل الاجتماعي بعد حرق صفحات الكرآن وإبداء أراءه الإلحادية وتشير التقارير الإغبارية إلى أن سليمان الربيع هرب من مملكة العربية السعودية وتخلى عن الإسلام ثم تحول بعد وصوله لمملكة المتحدة وحصل لحق اللجوء في إبريل 2023 وبعد مرور عام على وصوله بريطانيا ظهرت أخبار كتير بتقول إنه أنهى حياته بإيده وأرجع أحد الأصدقاء تصرفات سليمان الربيع إلى التجارب الصعبة التي مر بها في مرحلة شبابه وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي واقصص على منصة X أراء متبينة حول قضايا سليمان الربيع ولم يطالب باستلام جثمانه سواء أصدقاءه من الملحدين بينما رفضت السفارة السعودية استلام الجثمان والحد هناك من الفيديو خلص إلى اللقاء فيديو جديد وخبر جديد